موسيقى أهلا بكم في هذه الحلقة من اقتصادكم ونتابع فيها بعد مرور أسبوعين من حدوث الزلزال الكبير في المنطقة موسيقى ما هي تداعيات هذا الزلزال على قطاع الزراع السوري؟ موسيقى ومع استثمار البشرية في كل التقنيات التي تفيدها موسيقى ما هي أهمية التحول الرقمي لدى الشركات؟ وما هو دور الذكاء الاصطناعي في هذا التحول؟ موسيقى بعد مبيعات قوية للسيارات الكهربائية عالميا موسيقى هل تستشعر شركات السيارات التقليدية الخطر بعد تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية تريليون دولار؟ موسيقى تخشى المنظمات الدولية من تداعيات الزلزال على القطاع الزراعي في سوريا ويتخوف الكثيرون من أن تتوجه المنظمات العاملة في المنطقة للتركيز على تقديم المساعدات الإغاثية ويتراجع اهتمامها بمشاريع دعم القطاع الزراعي موسيقى الذي لم يسلم من أثار الزلزال فاحتياجات المزارعين كثيرة في الأساس في ظل قلة الإمكانيات والدعم هنا القطاع الزراعي بشكل عام وضعه صعب وسيء للغاية يعني ما فيه دعم للقطاع الزراعي نهائيا الفلاح يعني محروم من كل شيء هلأ طاقة شمسية ما فيه السماد غالي ما فيه سماد والسماد غالي إذا بدك تشتريه والوضع بشكل عام يعني مو كويس وصلنا ثلاثة سنين محل ما فيه شيء خسائر الزلزال بحسب الخبراء تتجاوز المليارات وهذا ما قد يشكل أزمة إنسانية وغذائية لا سيما بعد توجه المنظمات لدعم قطاع الإغاثة دون غيرها من القطاعات بعد هاي الكارسة فأشي طبيعي رح تتوجه هاي المنظمات للأمور الإغاثية ويعني شوي تترك الأمور الزراعية والقطاع الزراعي وإلى ما هناك يعني فمع الأسف رح تتضرر كتير مثل ما حكينا كل هالأمور بالنسبة لإكسار البيزار الأسميدة أمور الأسميدة أمور الطاقة الشمسية بالنسبة للكهرباء بالنسبة للمحروقات بالنسبة كلها رح تتضرر بحسب آخر تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن تضرر البنية التحتية لقطاع زراعة جراء الزلزال يهدد الأمن الغذائي الفوري والطويل الأجل في سوريا بشكل كبير كما سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء للبلد الذي يعاني في الأساس من نقص الموارد منذ ما قبل الزلزال الزلزال الأخير سوف يعود بالمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات العينية بعدما كانت في مرحلة دعم مشاريع التعافي في سوريا وهذا ما سيشكل بحسب مراقبين كارثة على كافة القطاعات ولا سيما القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي لتوفير الغذاء هجر سيسكا نيوز عربية ريف القامش لشماء شرق سوريا للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا من دمشق ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في سوريا دكتور مايك رابسن أهلا بكم معنا في اقتصادكم دكتور رابسن حسب تقديراتكم ما هو الأثر المباشر من الزلزال الكبير على قطاع الزراع وسلاسل إمداد الغذاء في سوريا الزلزال كان لديه أثار مدمرة على الأماكن المكشوفة والمفتوحة ولسيامة أيضاً في المناطق الريفية التي تأثرت كثيراً نحن نقوم بتقييمات أكثر دقة لفهم مدى التأثير دعوني أعطيكم بعض الأمثلة مثلاً عن النتائج التي توصلنا إليها مثلاً في حما وإدلب وهذه المناطق رأينا أن نظم الشبكات الريف في هذه المناطق الريفية قد تأثر وتضرر إلى حد كبير لأن بعض الشبكات قد تحطم تماماً وطبعاً شبكات الريف لم تعد شغال لسيامة في حما حوث حيث هناك خمسين ألف هكتار قد دمر ولن يتمكن من توصيل المياه إلى المنازل وبالتالي نحن نحاول أن نصحح هذه الشبكات بالوقت المناسب أيضاً هناك عامل آخر متعلق بالمياه وطبعاً تأثر الزلزال على الإمدادات المياه الجوفية التي لم تعد متوفرة والناس يعانون بسبب نقص المياه ونرى أيضاً أثار الزراعي على عدد من الثروات الحيوانية التي دمرت بسبب الزلزال في المناطق الريفية تحديداً سوى مكان الخراف وما إلى ذلك من حيوانات وأيضاً هناك أيضاً أثار على الجسور والطرقات الريفية فيما يتعلق بالبنية التحتية دكتور بظل تقييمكم لهذه الأضرار والأثار ما الإجراءات التي اتخذتها الفاو للتغلب على أثار الأزمة؟ نحن نحاول إعادة ربما تصحيح بعض الشبكات الرأي التي تضررت وتوفير مساعدة فورية ليتمكن المزارعون من إطعام السروى الحيوانية وليتوفر لهم العلف والبذور للموسم المقبل وطبعاً هم بحاجة مسا إلى هذه المواد للموسم الحصاد في فصل الصيف المقبل ونحاول تحديد حاجياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم لسيما في إدلب وهذه المناطق دكتور رابسون السؤال يطرح نفسه إلى أي مدى ستستمر الأثار السلبية للزلزال على قطاع الزراعة وعمق الأثر الذي نرى على حياة المزارعين إلى أي حد سيستمر مستقبلاً؟ أعتقد أن ما نراه هو أنه عندما يحدث صدمة في المناطق الريفية هذا يؤثر على عدة مواسم ولا فقط موسم واحد زراعي وبالتالي أعتقد أن المزارعين قد خسروا جزء كبير من دخلهم لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المحاصيل في موسم الشتاء وطبعاً أن الأسر تقبل ربما أو تستضيف مجتمعات نازحة من المدل وهذا أيضاً يؤثر على حياتهم في المناطق الريفية لكن الأمر يتخطى هذا الموسم وربما الشتاء المقبل وطالما أن نظام الشبكات الريف ما زال مدمر فإن الأثر سوف يستمر للمستقبل وهم فعلاً بحاجة إلى دعم سريع حالياً لأن هذا يأتي ضمن السلسلة من الصدمات التي يعانوا منها وبالتالي من المهم هنا أن نقدم الدعم الفوري لمساعدة المجتمعات المزارعة في الدول أو المناطق الأكثر تأثراً دكتور تتحدثون عن أهمية الدعم أود أن أعرف منكم تقييمكم وكيف قرأتم ردة الفعل الدولية على التحضيرات التي أطلقتها الفاو بالنسبة للوضع الغذائي في سوريا بعد الزلزال وهل ردة الفعل هذه كافية؟ لقد كان لدينا عدد من المساهمات الكريمة في عدد من الدول لتقديم المساعدة ولكن نحن نعلم أن الحاجة أكبر بكثير نحن نعلم أنه كان هناك إعلانات عن تقديم مليون أو مليوني دولار لقيام بالمساعدات العاجلة الضرورية مثل تصليح بعض الأضرر ولكن الحاجة تتخضى ربما هذه المساهمات ونحن نعلم أن المجتمعات الريفية تعاني منذ عشر أعوام منذ بدء الأزمة في سوريا أكثر من عشر أعوام على ذلك وبالتالي أعتقد أن إصلاح شبكات الري هو أمر أساسي جداً وأيضاً البنية التحتية الريفية مهمة جداً أن يتم إصلاحها نحن نقوم بتقييم شامل حالياً وليس لدينا كل البيانات نتوقع حصولنا عليها بحلول نهاية الأسبوع المقبل وسوف يتم نشرها طبعاً ما نحصل على النتائج لحجد مزيد من المساعدات في سوريا التي تضررت كثيراً هل هذه الأزمة ستدفع برأيكم المزارعين وأسرهم لمغادرة المنطقة البنكوبة باعتبارها منطقة نشطة زلزالياً وماذا سيحدث بالتالي للأراضي الزراعية هناك؟ أعتقد أن هناك تأثير لم أذكره هو تضرر الأراضي نفسها بسبب الزلزال وهذا أيضاً يحتاج إلى التدخل لإصلاحها ولكن هذه المناطق الريفية كانت تعد ملداً آمناً بعيداً عن المدن وطبعاً بعيداً عن المباني الشاهقة ولكنها لم يعد ينظر إليها حالياً المزارعون يعانون في حياتهم اليومية حالياً وأعتقد أننا سنستمر برؤية ربما مزيد من الهجرة أو النزوح من المدن نحو المجتمعات الريفية والمناطق الريفية شكراً جزيلاً لوجودكم معنا من دمشق ممثل منظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة الفاو في سوريا دكتور مايك رابسون شكراً لمشاركتكم في اقتصادكم نذهب الآن إلى فاصل قصير نعود بعده لاستكمال للمواضيع الأخرى في اقتصادكم تفضلوا بالبقاء معنا أرحب بكم من جديد في اقتصادكم ونتابع سوياً مع الملف الثاني يعرف التحول الرقمي على أنه استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات أو الأعمال من خلال استبدال العمليات اليدوية أو غير الرقمية إلى أخرى رقمية أو تغيير التقنيات الرقمية القديمة بأخرى أحدث فما هي أهمية هذا التحول للشركات وما هو دور الذكاء الاصطناعي في هذا التحول دخلت التكنولوجيا في جميع تفاصيل حياتنا بهدف تسهيل المهام والإجراءات والخدمات وفي جانب الشركات لتعظيم المكاسب وتقليص النفقات تواجد التكنولوجيا في مجال الأعمال والشركات وتحويل العمليات في هذه الشركات لتصبحها رقمية يسمى التحول الرقمي التحول الرقمي في الشركات يتم عبر استبدال العمليات اليدوية أو غير الرقمية إلى أخرى رقمية أو تغيير التقنيات الرقمية القديمة بأخرى أحدث وهو أمر ليس بالجديد على الشركات لأنه بدأ منذ ظهور الحواسيب وازداد انتشارا بشكل مطرد مع ظهور الإنترنت لكن مع تطور التكنولوجيا وظهور اختراعات وخدمات حديثة تبقى عملية التحول الرقمي أمرا مستمرا طوال الوقت وذلك لتكون الخدمات المقدمة حديثة دائما وتواكب العاصر عمل جديد من العوامل التقنية التي ظهرت على السطح بقوة مؤخرا هو الذكاء الاصطناعي فما قدمه هذا الأمر للشركات فرض واقعا جديدا وقطاعا واسعا من الخدمات والتقنيات الجديدة التي يمكن لكل قطاعات الأعمال الاستفادة منها فما يقدمه الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال كبير وخدماته تغطي نطاقا واسعا من المزايا في العمليات اليومية للشركات التحول الرقمي في المجمل يوفر من تكاليف نفقات إدارة وتشغيل الشركات التقنيدية ويعمل أيضا على تقديم الشركات إلى الفئات المستهدفة من خلال الوسائط الاجتماعية ومواقع الانترنت ووسائل التواصل فائقة السرعة والاتساع فتصبح الشركة أقدر على الوصول إلى منطقة جغرافية أكبر وفئات من العملاء تتجاوز الفئات المحددة في الخطة التقليدية للعمل كما تجعل الانتاج أسهل وأفر وأكثر كما يفتح المجال للشركات لتوظيف عدد لا محدود من الفبراء في مختلف المجالات وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة التوظيف التقليدي ونناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من ميامي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سورتيوم ماركسيل أهلا بكم معنا في اقتصادكم مرحبا وبداية نسأل ما أهمية التحول الرقمي للشركات أهمية التحول الرقمي في الشركات تكمن في الواقع في زيادة القيمة للمجموعة المهارات الموجودة في قاعدة الموظفين في الشركة نفسها وطبعا مجموعة المهارات طبعا إن التحول الرقمي من شأنها أن يعزز القدرة بالنسبة لجميع الموظفين في الشركة هذه وقد يسمح أيضا بزيادة الإنتاجية كما يسمح أيضا بمثلا المزيد من النهج البديهي لحل المشكلات وأيضا من شأن التحول الرقمي أن يسمح بخفط كبير للحاجة إلى موظفين متخصصين وأشخاص يسهمون بطريقة كبيرة إلى الشركة من أجل مساعدة الشركة على النجاح بالأرقام إذا أردنا أن نحدد نسبة المئوية ما النسبة التي يجب أن يساهم بها الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي للشركات؟ الذكاء الاصطناعي يجب أن يسهم بطريقة كبيرة في هذا التحول الرقمي بنسبة برأيي تصل إلى على الأقل 50% لماذا؟ السبب هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي هي التي تسمح للأفراد والأشخاص من خالق محتوى مثلا أو مثلا الأفراد العاملين في الشركة في الكتابة وأيضا البرمجة أن يعملوا بطريقة ناجحة في أدوارهم وطبعا بنهاية المطاف أن تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنسبة تقريبا 50% في عدد من الحالات حيث مثلا بالنسبة لعدد من الشركات نحن نشجع كل الموظفين على استخدام هذه الأدوات للحصول على نتائج أفضل التحديات هنا تكمن في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز سير العمل لاحظنا ظهور بعض المشاكل والقضايا الجدالية مع أطلاق تطبيقات وخدمات من الذكاء الاصطناعي هل يجب أن نقلق منها؟ كلا أعتقد أنه بنهاية المطاف أن نظم الدردشة التي ظهرت والمشكلات في الواقع التي ظهرت هي متعلقة في فهم التكنولوجيا ومنحنى التعلم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليس مصدرا صافيا للحقيقة بل يجب أن يكون هناك قدرة على إعطاء التعليمات الواضحة لذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج قيمة ومهمة بالطريقة نفسها مثلا التي ربما إنسان ما قد يعطي الإجابة الأفضل بالنسبة له فذكاء الاصطناعي يتصرف بالطريقة نفسها ولكن بثقة طبعا أنا لا أتكلم عن ثقة حقيقية هي ثقة زائفة وبالتالي من هنا أقول إن الطريقة التي يتصرف بها ويستفيد فيها الأفراد من الذكاء الاصطناعي هي المهمة لكن المشكلات التي نشبت هي ربما بسبب ربما عدم فهم التكنولوجيا بطريقة دقيقة لأن التكنولوجيا لديها قدرات كبيرة ولكن أيضا التكيف السريع للتكنولوجيا قد يتسبب بمشاكل لأن الناس عليهم أن يتعلموا بكيفية الاستفادة من هذه الأدوات إذن التحول الرقمي قد يتسبب ببعض الأحيان ببعض المشاكل ما هي برأيكم الطريقة الأمثل لتحقيق هذا التحول بأقل ضرر أو مشاكل ممكنة؟ يجب أن يستفيد الناس والشركات من هذه التكنولوجيا لتعزيز سير العمل لكن المشكلات تنشب عندما يكون هناك مثلا سير عمل بطريقة معينة وطريقة التي تستفيد فيها من هذه التكنولوجيا بطريقة جيدة لتعزيز سير الأعمال أو سير عمل الشركة بشكل عام وتقوم مثلا بتكيف فائق لعملياتك وتتكيف بطريقة زائدة وهذا يؤدي إلى انخفاض الفعالية بطريقة ما وقد شهدنا ذلك يحدث عدد من الشركات حيث قاموا بالتطبيق الذكاء الاصطناعي واستخدموا الذكاء الاصطناعي واعتمدوا عليه بطريقة فائقة لدرجة أنهم اعتقدوا أنه كافيا لاستبدال مثلا كل التفاعلات البشرية أو يتخلوا عن المشاركة البشرية ولكن هذا ليس طريقة صائبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه إذ لا يمكنك مثلا أن تستبدل الفنانين لأنه لن يكون هناك ما يكفي من الإبداع في العمل الفني وأنت طبعا لن تتمكن من خلق شيء جديد منتج جديد تماما في ذكاء الاصطناعي أو مثلا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يستبدل تماما كاتب بما يمكن أن يقدمه هذا الكاتب النتائج لن تكون جيدة لأن البشرية يقوم بعمل أفضل هنا طبعا بدلا من أن نقوم مثلا بعمل هندسي أن نعتمد كليا على ذكاء الاصطناعي أنت سوف ينتهي بك المطاف بعمل ليس ناجحا وليس فعالا لأن ذكاء الاصطناعي لم يكن لديه تعليمات كافية نحن نرى هذه المشكلات تحدث بطريقة كثيرة الآن وبوتيرة كبيرة طبعا هذا مرتبط بمنحنة تعلم لكيفية تطبيق هذه الأدوات هل ترون أنه يجب على شركات الناشئة اعتماد ذكاء الاصطناعي في أعمالها ولماذا؟ أرى أن الجميع يجب أن ينفذ أو يستخدم الذكاء الاصطناعي والأمر مرتبط بالمدى الذي تعتمد فيه على الذكاء الاصطناعي لأنه يجب أن تأخذ حذرك لسيما في الشركات التي لديها تأثير كبير في قطاعاتها ولكن أعتقد أن كل الصناعات يجب أن تعتمد على التكنولوجيا المصابدة بالذكاء الاصطناعي لأنه يجب أن يكون هناك في نوعا ما محاسبة في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لسير العمل بشكل ناجح ولزيادة الإنتاجية من هذه الشركة من جانب مستخدم الذكاء الاصطناعي الذي سوف يسمح بأتمتة ما هو ممكن أتمتته ووضع التعليمات الواضحة لإستخدام ذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي بالتالي هي مهمة تكرارية إذا ما حدثت بالطريقة الصائبة فستكون جيدة مؤخرا استمعنا لتحذيرات من شخصيات مهمة دوليا كإيلون ماسك أن ذكاء الاصطناعي يمثل خطرا على البشرية هل يجب بالتالي أن نأخذ هذه التحذيرات في الحسبان؟ إن القول بأن ذكاء الاصطناعي خطير هي بنفسها سردية خطيرة ولكن ما يجب أن يتوفر هو الفهم والتعلم فأي تكنولوجيا يمكن أن تكون خطيرة نوعا ما فيما لو استخدمت بطريقة استخدمت عفوا بطريقة غير ملائمة أو إذا ما وقعت بالأيدي الخاطئة ولكن بنهاية المطاف بما أن هذه التطور هذه التكنولوجيات تتطور فهي سهلة المنال بالنسبة للكثيرين وطبعا نحن والأشخاص الذين نعمل في هذا المجال من مسؤوليتنا أن نساعد في تعليم الآخرين وتوعيتهم وأعتقد أن هذا الخوف طبعا لا يغذي أو لا يصب في مصلحتنا يمكن استخدام التكنولوجيا لعدة أغراض وهناك الكثير من التكنولوجيات المتوفرة في العالم وطبعا يجب أن نركز على التطوير المسؤول وعلى التعلم والتوعية الذي من شأنه طبعا أن يجعل من استخدام التكنولوجيا مفيدا وآمنا شكرا لوجودكم معنا من ميامي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سورتيوم ماركسيل شكرا لك مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نموا لافتا في العام الماضي فهل تدفع معدلات النمو هذه جميع شركات السيارات نحو أطلاق خط كهربائي لها؟ نتابع سويا هذا التقرير أرقام الانفاق العالمي على السيارات الكهربائية تؤكد بأن على شركات السيارات التي لم تتبنى حتى الآن الخط الكهربائي أن تفكر جديا فمبيعاتها ارتفعت 53% في 2022 على أساس سنوي وفقا لتقرير بلومبرغ N.E.F يستمر الانفاق العالمي على السيارات الكهربائية في الارتفاع حيث وصل إلى 388 مليار دولار خلال 2022 ومعه يكون إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في قطاع سيارات الركاب قد تجاوز حتى الآن تريليون دولار أمريكي على مدى العقد الماضي السيارات الكهربائية تواجه بعض التحديات التي تؤثر على نمو سوقها مثل ارتفاع أسعارها وتوفر الشحن في أي وقت وكل مكان فهل بات المستهلك يفضلها عن السيارات العاملة بالوقود؟ كهرباء يلزمونك بماكن كهرباء وتروح البيت وتشحنها معرفش الكهرباء ممكن ما تعملش معها بس أفضل العادية البنزين لأن موضوع السيارات اللي بالكهرباء موضوع جديد علينا ومعه مش عارفين سلبيات وإيه وإيجابيات وإيه فشوي أنا بخاف أحط نفسي في ريسك في موضوع السيارات مبيعات السيارات الكهربائية تعتبر متواضعة عند مقارنتها بإجمالي مبيعات السيارات في العالم التي تبلغ تريليونين وخمسمائة مليار دولار سنويا لكن رغم ذلك فإن معدلات نموها لافتة إذ إن ستين في المئة من إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية جرى أنفاقه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية فقط وهو ما تزامن مع ارتفاع أسعار الوقود بقوة خلال تلك الفترة ويرجح أن تتجاوز مبيعاتها عتبة الخمسمائة مليار دولار هذا العام فهل ستدفع هذه الأرقام جميع شركات السيارات نحو إطلاق خطة كهربائية لها قريبا؟ خالد كبس كانيوز عربية الكويت وصلنا بهذا إلى ختام حلقة اقتصادكم لهذا الأسبوع دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة